موسيقى لأمير المؤمنين عليه السلام كانت طريقة خاصة وفريدة ومميزة في الحكم فمثلا كان يعتقد أن هرم السلطة السياسية والحكم الذي هو الخليفة أو الحاكم لا بد أن يبقى في العاصمة حيث إذا ما تعرضت تلك العاصمة أو الدولة لحدث طارئ يجد لها حلا سياسيا للخروج منه وهذا هو حال الدول المتقدمة الحديثة الذي توصلت له إذ أن الرئيس يعد الهرم الأعلى للسلطة السياسية السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الأخيرة من علي دولة الحق ونحن في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إمام الشجاعة والفصاحة والعلم والدين سلام الله عليه ومعنا فضيلة الشيخ زمان الحسناوي الضيف الدائم لهذه الحلقات المباركة حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم وعظم الله أجورنا وأجوركم خير شكرا في هذه الحلقة سنتحدث عن المؤامرات التي حيكت لإسقاط دولة الحق دولة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هذه الدولة استمرت حوالي أربع سنوات وتسعة أشهر وثلاثة أيام من السنة الخامسة والثلاثين للهجرة إلى السنة الأربعين للهجرة هذه المدة القصيرة قد نجح أمير المؤمنين عليه السلام برفع الاقتصاد تلك الدولة وكذلك حاول قدر الإمكان أن يعيد بناء هذه الدولة إلا أن هناك كانت الكثير من المؤامرات التي تحاك والكثير من الحروب التي تعرضت لها الدولة الإسلامية لإسقاط دولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما كل هذه المؤامرات التي حكت على أمير المؤمنين هل هي لإسقاط دولته أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أجورنا وأجوركم إن شاء الله الواقع من الطبيعي يعني أمير المؤمنين عليه السلام يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله والصراط المستقيم اللي جاء به وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي يمثل من كل جوانبه وبشكل حقيقي تمثيل حقيقي والنبي صلى الله عليه وآله قبل أمير المؤمنين جد حيكت مؤامرات ضده وبعض المؤامرات اللي حيكت على رسول الله ذكرها القرآن الكريم يعني على سبيل المثال حتى الكلام يكون دقيق مثلا كبار اليهود في المدينة لما جاء النبي للمدينة صلى الله عليه وآله واحدة من مؤامراتهم ضد كيان الإسلام في المدينة الفتي طبعا بعد في بدايته أنه يا بيا يهود يا جمهور اليهود أو يا بعض اليهود المؤدلجين إنجاز التعبير إسلام محمد ادخلوا فيه صباحا صيروا مسلمين وخرجوا منه عصرا قرآن ذكر ذلك وجه النهار قرآن ذكر ذلك أنه الصبوح أو الظهور قولوا إحنا صرنا مسلمين حتى لن نتهم بأننا من المتعصبين ما ندخل الإسلام تعصبا لأننا يهود لا يدخل عجيب يدخلوا في الإسلام فيدخلون يا رسول الله صرنا مسلمين العصر ويطلعنا من الإسلام ليش يعني يدخلون وجه النهار يطلعون آخر النهار يا بليش طلعتوا قالوا والله لما تخنى ضمن الأجواء الإسلامية اكتشفنا أكو باطل كثير عند المسلمين إحنا هم طلعنا فإحنا ممتعصبين دخلنا بالإسلام ولكن اكتشفنا وجود الباطل فخرجنا وبهاي العملية اللي فضحها القرآن وكشفها القرآن بهاي العملية أولاً اللي يردون يصيرون يهود يردون يصيرون مسلمين من اليهود ما رح يصيرون اثنين رح يشككون المسلمين بدينهم خصوصاً ضعاف الإيمان إسلام هش بعد لتuru Tür们 يعني ضعاف الإيمان وهو موجودون ضمن وضع الإسلام موجودون أكو ضعاف إيمان منهم من يعبد الله على حرف القرآن الكريم يعبر أكو إيمان ممدوح في القرآن الكريم وأكو بين قوسياً إيمان أو ادعاء إيمان مذموم وهذا الدعاء الإيمان وهو مذموم أو إيمان يعني مذموم باعتبار أصحابه ومو أصحاب إيمان حقيقي بهالمعنى هذا هذا مئلهم أقسام في ثقافة القرآن الكريم لما بحثت عنهم في الآيات لقيتهم ستة أو سبعة ولعله ثمان أقسام لأصحاب الإيمان المذموم من أقسام لعله ولقيته واحد منهم دولة ضعاف الإيمان يعبد الله على حرفه إذا يصيب خير إيمان مصلحي إذا يصيب خير يطمئن وإذا لا يقول هذا الإسلام هم مريدك والفائدة ممينة هالشكل هذا والدين لعق على ألسمتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل لديانهم كما يعبر سيشوهد عليه السلام خلاصة فيقول لك إحنا بالبداية منعنا اليهود من دخول الإسلام باعتبار إحنا كباركم دخلنا وشفنا الإسلام موزن طلعنا وإذا أكوا ضعاف وأكوا ضعاف إيمان في داخل الجسم الإسلامي ذولهم من شككم بدينهم أنه ياذا اليهود مو التعصوب وإنما دخلوا واكتشفوا أكوا باطل بالإسلام والعياذوا بالله وطلعاوا فذولهم يزدادون شك وريبة بالإسلام هذه مؤامرة لهم مو مؤامرة مؤامرة شغل لهم مو شغل دسائس يوم مو دسائس حياكة مؤامراني مو قضية أنا مهوس بنظر لست مهوسة بنظر مؤامرة بس هو الواقع الشكل بمؤامرة هو الواقع بمؤامرة ضد الإسلام من يوم قال رسول الله لا إلهي لقلوا لا إلهي لتفلحوا لليوم هاي الدسائس والمؤامرات والشغل ضد الإسلام تطور أساليب وأفكار شياطين يعملون ليل ونهارا مكر الليل مكر الليل والنهار كما يعبر القرآن شون تعبير؟ هذا تعبير قرآني مكر الليل والنهار يمكرون ليلا ونهارا مو بس نهارا ليلا ونهار ليتعبون وليملون الآن أسألك بالله إذا كان أهل الباطل يمكرون الليل والنهار وليتعبون أهل الحق شغل تكون يشتهدون أهل الحق شغل تكون يشتهدون لابد أن يكون لكل فعل أرد فعل مساوئ له بالمقدار فالخلاصة النبي مثلا من المؤامرات اللي يسووها أو يعني الأمور اللي يفكروا بيها الخطاب ما هذا يتعبر الدسائز اللي يسووها حتى يخفون الحق من خلاله ذول يجوا الكتابهم المقدس والقرآن هم فضحهم هاي هم كشفها القرآن القرآن الكريم يقول سووا كتابهم المقدس شلون الأوراق المتفرقة هالشكلها غريب ايه ايه يعني الكتاب ما ينطول اليهودي بشكل كامل وحتى المحرف منه مو الأصلي المحرف منه الموعدهم القرآن يقول سووه قراطيس فيخفون منه ما إذا ربط برسول الله حتى خافوا بعض أتباعهم يكتشفون ذلك وجود المسلمين والإسلام يقول سووا الكتاب المقدس على شكل قراطيس وأوراق متفرقة فلما يردون ينطول يهودي يقربي يشيلون منك مورقة لترتبط بذكر النبي صلى الله حتى المحرف كان بذكر النبي حتى المحرف فضلا عن الأصلي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قرآن الكريم يحبر محمد مكتوب في التوراة وفي الإنجيل حتى في المحرف محمد مكتوب هاي ذكرني بمناظرة ما مرضى وهي زعيم اليهود والمسيح وفي مجلس المؤمون من خلاصة في زمن النبي طبعا هاي من غير المؤامرات العسكرية ودخولهم على خط المشركين وتشكيل الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وآله ودخل بيها يهود ونصارى من غير استعانتهم بقوة الدولة الكسروية والرومانية باعتبار كانوا يشكلون امبراطورتين بذلك الوقيت شغلين نهار وقف بوجهه أبو الزهراء صلى الله عليه وآله اللي يمثل النبي بشكل حقيقي بكل ما لكلمة التمثيل من معناه نفس رسول الله ونفس النبي أحسنتم نفس النبي أمير المؤمنين عليه السلام هو ليمثل الامتداد الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله اشتغلوا على النبي وكما اشتغلوا ضد القرآن وكما اشتغلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله جاوبوا دسائسهم مؤامراتهم شغلهم الشغل على مستوى عن الشغل ما يبقى بس على مستوى الخارجي هو الخارجي يشتغل على المنافق الداخلي مشكلة تعالية شنون الإسلام ما كان يواجه عدو خارجي بس فأكو عدو خارجي وأكو عدو داخلي وهاي هي المصيبة العدو الداخلي عبر عنه القرآن الكريم هم العدو فاحذرهم وطبعا العدو الخارجي مو فقط على مستوى الامبراطوريات العدو الخارجي اليهودي اللي بقى يشتغل من زمن النبيل زمن أمير المؤمنين الزمن أئمتنا الديزج اللي استعان به الهارون اللي لم تخن الذاكرة المتوكل عباسي لهدم قبر الحسين يهودي يهودي يهدم قبر ابن رسول الله يستعان به خليفة ما يسمى بخليفة المسلمين حتى يهدم قبر ابن رسول الله وهذا يهودي جاب هذا اليهودي الشغل مستمر مولانا أولي اليوم مستمر مستمر شغل مستمر على ابن أبي طالب في محرابة يقول قتلني ابن اليهودية هاي اشتفهم منه الشغل اللي اشتغلوه على رسول الله اشتغلوه على أمير المؤمنين من بعد رسول الله فأثاروا المشاكل والخلافات والاختلافات وحركوا الخيوط واشتغلوا على وتر هذا وذاك وخلوا الأمة الإسلامية في مشاكل كثيرة إلها أول وما إلها آخر وواجه علي وهو نفس رسول الله تلك المشاكل كما واجهها رسول الله صلى الله عليه يعني النبي قاتل أمير المؤمنين هم قاتل كل السوى رسول الله ورسول الله هو قل العلي قل أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل فعلا نعم وقل تقاتل الناكثين وال والقاشطين والمارقين وهاي كلها ثابتة أنا أعرف ماذا أقول أعي ما أقول هذه ثابتة في كتب جميع المسلمين مو فقط شيعة أهل البيت أتباع أهل البيت هاي أنت تقاتل واحدة ثلاثة ثابتة مثلا حديث أي تكن تنبحها كلاب الحوء هذا ثابت عند جميع المسلمين وأنا مسؤول أمامك على ابن أبي طالب مولانا الكريم في معركة الجمل دزلهم واحد شايل القرآن قالهم أدعوكم إلى كتاب الله حكم بيننا وبينكم رموه قطعوا إيدا حسب الظاهر إيدا اليسرى انقطعت رموه بالسهام قتلوه الإمام علي قالهم بعد الآن القاتل شيخنا لابد نتحدث عن مبررات اللي ساقت قادة جيش معركة الجمل ولكن لابد أن نأخذ فاصل إن شاء الله فمشاهدين الكرام نأخذ فاصل ونعود لكم لإكمال بحثنا عن معركة الجمل والمبررات اللي ساقت قادة معركة الجمل لقتال أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن بايعوه ثم نكثوا البيعاء فابقوا معنا وتواصلنا معكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة مع علي دولة الحق وفعلا هو دولة الحق وإن شاء الله تكتمل دولة الحق بقيام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ونكون في ظل هذه الدولة دولة العدل والمساواة ودولة الحق كنا نتكلم عن أمير المؤمنين السلام الله عليه وكيف واجه المؤامرات التي خضها الكثير من اليهود وداخليا وخارجيا من أجل إسقاط حكومة أمير المؤمنين عليه السلام وسنتكلم عن هذه المبررات التي أدت أو ساقها قادة جيش الخوارج من أجل إسقاط حكومة أمير المؤمنين عليه السلام فضيلة الشيخ ماهي المبررات مبررات قادة جيش معركة الجمل يعني المبرر المعلن اللي هو غير حقيقي أنه يا على ابن أبي طالب تعال سلمنا قتلت فلان بن علان على ابن أبي طالب عليه السلام ثورة صارت وقتل مو بسيف واحد وإنما الناس بسبب السياسات الخاطئة اللي كانت الناس تملكها حالة من الغضب وصار هجوم بشري واسع بعضهم كان صحال وزع مأقبائها وكلهم وهم دخلوا إلى الدار بشكل جماعي وقتلوا من قتلوا فالقضية ممرتبطة بالشخص واحد حتى أنا أسلم قضية مرتبطة بالمسلمين اللي ثاروا أنا شو أسلمكم من أسلمكم بالضبط هذا واحد اثنين أنتم أفتيتم بقتلي إلى آخره أنتم من أفتى بقتلي باعتبار اللي جاء للجمل هو كان يقول اقتلوا نعثلا لقد كفر لقد أبلى سنة النبي هذا بالنص هذا التحريض على القتل على الرمان أقول أقتلوا فتوى بقتل فلان بن علان فتوى بقتله على ابن أبي طالب قالوا أنا لم أفتي أنا ما أقول تقتلوا نعثلا أنتم من قال هم اللي إجوا للبصر هم اللي قالوا والآن أي مسلم أنا قاعد أتكلم بكل أدب وبكل احترام وما قاعد أقترب للحقائق وأتكلم من بعيد لأن هاي موجودة مو في كتبنا في كتب المسلمين جميعا هذه المعلومات اللي قاعد أقولها أجمع عليها المسلمون ممرتبطة بجماعة يو فئة يو طائفة يو مذهب هاي مما أجمع المسلمون موجودة في كل كتب المسلمين هاي المعلومات وما أنكرها أحد أو لم ينكرها اللي جاء للبصرين يعني هو المحرض الأساسي هو كان يقول أقتلوا نعثلا لقد كفر لقد أبلى سنة النبي ولما قيل له أو لها قتل فلان قالت من اللي صار خليفة من بعده قيل لها علي بن أبي طالب قالت قتل والله فلان مظلومة لقد تاب قتل مظلومة وإحنا نكون نطالب بدمه ونطالب بظلامته هذا اللي صار على اللي بن أبي طالب قالهم أنتم من أفتع بقتله مو أنا وأنتوا كنتوا تتكلقا أو لا أجيبوا القميص مال فلان بن علان جابه قميصة شاله قميصة يا لثارات فلان قالهم أنا لم أأمر ولم أنا والموضوع مو يمي أصلا بالعكس أمير المؤمنين كم مرة وصطوا الثوار أن يروح يكلم فلان بن علان ويقول لها يابا غير المعادلة غير الأمور ذول الولاة اللي عاثوا في الأرض فسادة بدلهم الأموال خل توزع بشكل صحيح غير السياسة كلها غيرها حتى يسير هدوء يسود الهدوء نفوس المسلمين أكو غضب عارم في نفوس المسلمين قاعدين شعرون أكو غبن أكو ظلم أكو عدم عدل غير السياسة غيرها نصائح على ابن أبي طالب لم تأخذ بعين الاعتبار أكبر موقف وساطة كان هو الإمام علي عليه وما أصاب كلام على ابن أبي طالب لم يأخذ بعين الاعتبار وحدث الذي حدث ولهذا الإمام علي قالهم أنا لم أكن آميرين ولا كنت ناهيا موضوع يعني موش أخص لا إحنا نريد قتلت حجة مولانا حجة القضية ليس قضية قتلة ولا يقتلون أعثلا الموضوع موضوع على ابن أبي طالب لا يصير يعني على ابن أبي طالب حق على ابن أبي طالب عدل على ابن أبي طالب قصد على ابن أبي طالب ماكو رشوة على ابن أبي طالب جابوا إلى آخره وبعض من تعلم وإجوا للبصرة وآخرجوا للبصرة من أمنها وأمانها وقانونها وعلي بن أبي طالب لابد من الرد كون يصرف حتى يحافظ على أمن الدولة وأمن البلد وأمن الأمة الإسلامية وأمن الكيان الإسلامي وكما قلنا قبل الفاصل مع ذلك علي بن أبي طالب ما قاتل دزلهم رسول سلم وسلام نانا مخليني أقول شيء تفضل مولانا الكريم البعض يقول ممن لا يفهم يوم من عند غرض على قسمين يقولون الإسلام قام بالسيف الإسلام دين السيف الإسلام دين أكبر شاهد عدل وحق على الإسلام فاطمة الزهراء وأقرب شاهد فاطمة الزهراء قالت عن أبيها وقام في الناس بالهداية مو بالسيف قام في الناس بخطبتها وقام في الناس بالهداية بصرهم من العماية أنقذهم كذا من الغواية الزهراء تشيقالت النبي قام بالهداية يعني ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظ الحسن وجاد النمو التي أحسن ما قام بالسيف النبي 13 سنة النبي بمكة ما قام بالسيف حصاروا ظلوا وحتى لما وصل للمدينة النبي هم ما قام بالسيف نعم لما اجوا الجماعة يردون يقاتلون النبي النبي هم دافع عن نفسه اذن للذين يقاتلون بأنهم يا أخي يقاتلون يعني مو هم بدأوا الحارب فالإسلام لم يقوم بالسيف الأصل في الإسلام السلم ولهذا آية قرآنية واضحة وصريحة يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف مو في الحرب يا جماعة يا ناس يا من يفهمون الكلام هذا أوضح شاهد بالقرآن أكثر من هذا شنو يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف نعم إذا عدوك يريد يستغل حالة السلم اللي أنت بانع لها كأصل كأساس ويعتبرها ضعف ويصير نيتة يستغل هذا الأمر ويريد يأذيك ذاك الوقت لا أنا من حققت عدوك أرفع السيف حتى دافع عن نفسي ولهذا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير إحنا مو ضعفاء بس إحنا سلم أهل السلم ومو الحرب إذا فرضت علينا الحرب إحنا أهلها نحن أهلها لما تفرض علينا زين بل حتى في الحرب يعجبك هذا الكلام حتى في حالة الحرب مو السلم حتى في حالة الحرب الدفاعية قرآن الكريم يقول إن جنحوا للسلم فاجنح لها إذا أثناء المعركة رادوا شنو سلم يعني هما دخلوا يا لما معركة بس أثناء المعركة إذا لو تراجعوا إيه تراجعوا نريد سلم الله يقول للنبي فاجنح لها لأننا الأصل عندنا مو الحرب السلم انتهى موافق إلا في آية ثالثة الآن ما أستحضرها إلا إذا كان السلم بوقت يضعفوا الإسلام يعني ذولاك استغلوا المعركة وبدوا المعركة واستغلوها الصالحهم ولكن لما وصلوا إلى مرحلة بعد أصلا هما ما يقدرون يسوون شي فيردون يتخلصون يحافظون على أنفسهم فيقول النبي رادل السلم يقول لا إذا السلم هنا بيضعف إلك يو تفويت فرصة لصالح الإسلام نالا بعد ما تقبلها كون تفرض عليهم شروطك لأن هم بدأوا الحرب فهم يتحملون النتائج وإلا إذا موها الشكل لا حتى أثناء الحرب وطلبة وسلم انتهى موافق بالسلم الشكل هذا الأصل في الإسلام السلم من هذا الأصل أمير المؤمنين هم كان ينطلق من هذا الأصل والحسين عليه السلام هم كان ينطلق من هذا الأصل الحروب فرضت على أمير المؤمنين شيخنا نعود إلى معركة الجمل ما النتائج؟ النتائج انتصار مولى الموحدين بشكل واضح سلام الله عليه والطرف الآخر قدم خسائر باهظة كبيرة وبعد انتهاء الحرب أمير المؤمنين كعادته كان مسامحا كريما طبق كل أخلاق العفو والرحمة قلت جيشة المدبر لترحون وراه الجريح لتأذوه النساء متوهاج بالكلام وإن شتمنا عرافكم الكبير بالسن يحفظ حالت خلق رفيع عالي رقي الكرة الأرضية لليوم موسطت هاي القوانين بالحرب وانتوا قاعد تابعون ما يجري في العالم الآن ولا يصلون لا يشوفون الآن توحش العالم الآن قاعد يشوفوه بعيونكم عالي بن أبي طالب قبل أكثر من ألف سنة هذا كان تعامله بل أمير المؤمنين دخل إلى دار في البصرة بعد انتهاء المعركة الدار كان بيها بعض قادة الطرف الآخر كانوا مختفين مخفين أنفسهم بحجرة ضاممين أنفسهم بحجرة يعني أكما أخفاهم بحجرة ولما دخل الإمام والإمام كان يعلم بهم لما دخل الإمام لتلك الدار واجهته بعض النساء بقول يا قاتل الأحبة يا قاتل الأحبة يا قاتل صيحة للنساء صيحة تتقدمهم امرأة أو هي أمكانة الصيحة والنساء خالف هي صيحة فالإمام علي بكل هدوء وبرودة أعصاب قال للنساء ولمن تتقدم النساء أنا لست قاتل أحبة ولو كنت كذلك لقتلت من في هذه الحجرة وكانت تصور الإمام ما يدري منه بالحجرة وهنا واكفات بباب الحجرة ويصيحة حتى الإمام تغطي أحسنتم تغطي حتى الإمام يصرف النظر قالهم أنا لو كنت قاتل الأحبة أقتل من في هذه الحجرة شيخنا ما يفهمون أمير المؤمن كأنهم ما يفهمون يعني ما يعرفون الرجل ما الدور قالهم قال للنساء قالهم طلعوا الموجودين بالحجرة وخلوا يرحون الأهلهم لا شغل لي معهم طلعوا من في الحجرة واحد من الشافة أن يرموا من مروان لما الإمام باوع الوجه قال لأعزب عن وجهي قبح الله وجهك ما شوف هذا الوجه إلا بالشر روح وتركهم عليهم وسرحهم سراحا جميلة وهو واحد من المحرضين طبعوا قبل قبل قليل قاتل وقال لي من قال وقال لمن قال ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حرائرهم وأورزوك ثم أرجعها إلى المدينة المنورة معززة مكرمة معززة مكرمة والظاهر خلى أخوها محمد بن أبي بكرهم يرجعوا ياها وانتهت المعركة بانتصار الإمام وفرض القانون ورجوع الأمل للبصرة ومن بعد البصرة الإمام هم توجه إلى الكوفة شيخنا بعد هذه المعركة الطاحنة والتي هي بالحقيقة صارت يعني كأنه شقت عصر مسلمين سببت ما تسببت ولكن بسنة واحدة ثارت معركة أخرى وبعدها بسنة واحدة ثارت معركة ثالثة كيف استطاع أمير المؤمنين بحنكته استيعاب كل هذه الأمور وهذه المعارك وهذه المخططات والمؤامرات من أجل أنه يثبتها وبنفس الوقت يبني هذه الدولة بأقل من خمسة سنوات شوف باختصار شديد الإمام علي عليه السلام كل حركة تحركه وكل سكنه الإمام سكنه إنجاز التعبير وكل تصرف الإمام الصرفه محكوم بضابطة الحكم الشرع نقطة رهى السطر يعني الحكم الشرعي يحل كل المشاكل ولهذا الأمور مشتهم بالشكل اللي يريده الله تعالى واللي رسول الله صلى الله عليه وآلهم يعني قنن بأحكام جاء بها من الله تعالى هذه كلها طبقها يعني أنا مثلا شوف حتى الأحبة المشاهدين ومشاهدات تعرفون شنو أقصد أنا شفت كلمة لأبي حنيفة إمام المذهب الحنيفي وهذه الكلمة موجودة في مصادر الحنفيين يعني أنا قرأتها في كتبهم الكلمة تقول المنقول عن أبي حنيفة لو لا قتال علي بن أبي طالب في الجمل وصفين والنهروان لما عرفنا كيف مضمونها يعني كيف نواجه البغات عجيب أهل العلم اللي يسمعوني عرفون هذه الكلمة اللي أنقلها صحيحة ويعرفون مصدرها إذا من أهل الجهة الهم يسمعون لو يسئلون أهل العلم لو يرجعون يبحثون بالأنترنت بالمصادر ويكشفون الحقيقة ويشوفون أبو حنيفة قال ذلك أو لم يقل ذلك قال بحروب علي الثلاثة عرفنا كيف نواجه البغات أحسنتم شاهد الله يعزكم بوركتم الله يحفظكم لابد أن نأخذ فاصل مشاهدينا الكرام لابد أن نأخذ فاصل ونكمل الحديث عن إنجازات أمير المؤمنين عليه السلام في دولته القصيرة جدا كانت ولكن إنجازات عظيمة جدا فاقت حد التصورات والتوقعات انتظرونا وبقوا معنا عدنا لكم مشاهدينا الكرام وما زال الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن دولته العظيمة وعن تعليمه للمسلمين كل فنون الإدارة وطرق تنفيذ إصلاح المجتمعات والدول ولكن نصل في هذه الحلقة وفي نهاية هذه الحلقة إلى موضوع تكلمنا قبل قليل عن المؤامرات نصل إلى آخر المؤامرات التي يؤحيك ضد أمير المؤمنين عليه السلام ألا وهي مؤامرة قتل الإمام علي عليه السلام فضيلة الشيخ كيف وصلت المؤامرة إلى قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه المعروف والمشهور والمتناقل أن شخصيات معينة التقت في مكة ودبرت قتل الإمام علي عليه السلام حدث قتل الإمام علي عليه السلام وقتل معاوية وعمر بن العاص ونسبوا هذا الأمر للخوارج هذا المتناقل الظاهر الحقيقي أن قتل أمير المؤمنين عليه السلام كان مخططا من قبل خصم أمير المؤمنين الذي قاتله في صفين بكل وضوح هذا هو الذي خطط وموه على مخططه بتصرفات شكلية أنه هوهم يتعرض لمحاولة اختيال وصاحبهم يتعرض لمحاولة اختيال وكأنه القضية مقصودة بالثلاثة وإلا المخطط الحقيقي خصم علي في صفين هو الذي حاك مؤامرة قتل أمير المؤمنين عليه السلام و للعلم أصل فكرة قتل الإمام علي في الصلاة قديمة و أرادت تنفذ قبل هذه المرحلة بكثير و لكن صار تلكء و تردد في تنفيذها في آخر لحظات و انتهى أمرها و إلا أصل فكرة أن يقتل أمير المؤمنين بالصلاة فكرة قديمة و أنا مبينها في موسوعة من قبل شخصيات معروفة و مشهورة و أنا مبينها في موسوعة لك الله يا ابن أبي طالب بالتفصيل أمير المؤمنين ما كانوا قادرين على قتله في غير الصلاة أبدا ما حد وصل الله أصلا استغلوا انقطاعه إلى الله تعالى فقتلوه في محراب الصلاة و هو ابن محراب الصلاة فولد في بيت الصلاة و عاش في بيوت الصلاة و قامت الصلاة و استشهد في محراب الصلاة و لهذا قال فست و رب الكعبة لم لم يقل علي فست و رب محمد فست و رب السماوات و الأرض لم قال علي فست و رب الكعبة وأصبحت كلمة مشهورة لمعلي لماذا قال فست ورب الكعب كأن عليا يريد القول أنني ذهبت من حيث أتيت الله الله أنا ذهبت من حيث أتيت أنا ابن محراب الصلاة ابتداء وانتهاء واستمرارا ما بين البداية والنهاية أنا في بيوت أذن الله أن ترفع شيخنا وإن كان يعني صعب على قلوبنا ويؤلم قلوبنا ولكن حدثنا عن ساعة الصفر في تخطيط مقتل أمير المؤمنين عليه السلام ساعة الصفر هو أن يدخل أمير المؤمنين عليه السلام في صلاته نعم وإذا دخل علي في صلاته انقطع إلى ربه حدثنا عن الشخصيات التي كانت في ساعة الصفر متواجدة ونفذت بأول كان متواجد ابن ملجم لعنة الله عليه نحن عندنا في ثقافتنا الدينية في رواياتنا الشريفة أكو عندنا أشقى أولين وعدنا أشقى آخرين كما ورد في التراث نعم الوارد في كتب الخاص والعام شوف المعلومة اللي أقولها إذا كانت واردة في تراث الخاص أقول في تراث الخاص بس يعني أحاول أن أكون دقيقا جدا وأتكلم بأمانة وإذا كانت المعلومة مذكورة في كتب العام والخاص أو في كتب العام أقول في كتب العام فقط وإذا كانت مذكورة في كتب الخاص والعام أقول في كتب الخاص والعام حتى الكلام يكون دقيق جدا عندنا في كتب الخاص والعام عندنا أشقى الأولين وعندنا أشقى الآخرين في تراثنا الدين وفي نصوصنا الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله اللي رواها الخاص والعام أشقى الأولين عاقر ناقص صالح يعني أشقى ثموت نعم وأشقى الآخرين ما يسمى بعبد الرحمن وهو عبد الشيطان لم يكن عبدا للرحمن عبد الشيطان واللي كان يستلم راتب من أمير المؤمنين واللي كان لما يجي الأمير المؤمنين كان يقولهم هذا قاتلي يقولوا له إذا قاتلك ليش ما تقتل يجاوب بجوابين كل جواب يناسب ناس مخصوصية هذا هم تسأل بعض يطرح كلموا الناس على قدر عقولهم نعم بعض الناس كان يقولهم قصاص قبل الجريمة والجناية ما يصير وبعده ما مرتكب شي أنا أعاقبه شنو أعاقب ما بسوي شي هذا كان جواب ويظهر هذا الجواب لأهل الظاهر وكان عند أمير المؤمنين جواب آخر ويظهر لأهل الباطن أو لأهل العمق في المعرفة والثقل وطبعا لما نقول لأهل الباطن الباطن المأخوذ من النبي وآله مو كل إنسان يدعي أنه عنده معرفة وعلم بالباطن فنصدقه في الواقع واي أكم الدعين بهذه الجوانب ما نقبلهم الباطن المأخوذ من آل البيت عليهم السلام والذي يأخذ الإنسان من مدرستهم ومرافقته للمعصومين كحبيب المظاهر الأسدي كميثم أو ميثم كرشيد ولا كان عندهم علم خاص أخذوه من علي بن أبي طالب عليه السلام هذا المقصود أقزده بالباطن نعم كان يقول لأمثال هؤلاء ولأضرابهم ولمن هو على شاكلتهم كان يقول لأمير المؤمنين إذا قتلته من الذي يقتلني وطبعا حقيقة هذا كلام في مجال عميق جدا عميق جدا كأنه التسليم لمشيئة الله مشيئة الله خلي تمشي وإرادة الله خلي تمشي والأمور خلي تمشي ويظهر ماكو من هو أكثر يعني سفالة باعتبار القرآن الكريم يعبر عن بعض الناس أنه أهل سفالة وسفلوا إلى آخره يعني أسفل سافلين وإلى آخره بعض الناس يعني كما نقول نحن في كلماتنا أنه في كذا المهم ماكو إنسان أكثر من هذا يعني سقوطا ويعني ضعة في الواقع حتى ينفذ جريمة كهذه أن يقتل نفس رسول الله وهو في صلاته يتوقع وهو في صلاته هذا شنو شنو من جرع إنسان يقتل نفس رسول الله ووصي رسول الله وهو مستجير بربه شنو من ضعة ولذلك أصبح أشقى الأولين والآخري وهو كذلك وهو عبد الرحمن كان حاضرا في المسجد والإمام حسب الظاهر كان يصلي النافلة قبل الصلاة الواجبة وكان من عادة علي عليه السلام أنه يطيل في ركوعه وسجوده وكان منقطعا إلى ربه بحيث ما يسمع أو يشوف شيء آخر إلا إذا كان ضمن أجواء العبادة ولبعضهم قال قال إذا علي هالشكل ينقطع أشلون سمع الفقير وإعطاه الخاتم إعطاء الخاتم ضمن الأجواء العبادية اللي أمير المؤمنين عليه السلام مستغرق فيها يعني الإمام علي ما خرج من أجواءه لما يساعد فقير هو مساعدة الفقير ضمن الأجواء اللي الإمام استغرق بها ومن أعظم أنواع العبادات طبعا ولهذا القرآن الكريم كل ما يقول يقيمون الصلاة أو أكثر يؤتون الزكاة أقيموا الصلاة آتوا الزكاة قرآن الكريم دائما يربط الزكاة بالصلاة هاي عبادة وهاي عبادة أتعجب يعني نطرح مثل هذه الإشكالات معقولة مثل هذه المعاني تفوتة مثل هذه الأمور ما يعرفها حقيقة أستغرب يعني فالإمام ما خرج من أجواء المستغرق بها العبادية لما يساعد فقير المهم استغل كل هذا ابن ملجم ونفذ جريمته الكبرى الشنيعة اللي خلت جبرائيل يصيح تهدمت والله أركانه هدى وانفصمت العروة الوثقاء قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى إلى آخر ندائه اللي ناداه بين السماء والأرض واللي قبل نادى نداء آخر أيضا جبرائيل وقال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتاة كم مرة جبرائيل نادى بعلي عليه السلام أشاد بذكر علي ونعى علي عليه السلام أشاد به في حياته ونعاه في شهادته عليه السلام السلام الله عليه في أحد الحلقات تكلمنا عن لطف أمير المؤمنين حتى في قاتلة وصية للإمام الحسن عليه السلام بأنه أضربه ضربة واحدة لبن كان يشرب نصف قدح من اللبن ويقول النصف الآخر أعطوه لأسيركم وأسيرهم القاتل المجرم كان الله الله بأسيركم مولانا علي بن أبي طالب يطلع السوق الكوفة وهو حاكم وهو حاكم ويا قنبر خادم يشتري الإمام عليه السلام ثوبة لأنه هنا بالكوفة من دخل من أجه من البصرة ودخل قالهم جئتكم يا أهد الكوفة بثوبي هذا إن خرجت بغيره فقد خنتكم واستشهد علي بنفسي هذا الثوب المهم فدخل السوق الكوفة تدري خواه هذا الثوب مرات ينغسل صدقني كتب التاريخ تقول صدقني كان يصعد على المنبر وثوبا بلل كان يقولوا اليشم بلل ما عنده غير فمرة رادي يشتري ثوب آخر فاشترى عليهم ثوبين الثوب الأول كان بدرهمين مو دينارين درهمين درهمين والثوب الثاني 3 دراهم مجموعة الثوبين 5 دراهم قال للقنبر قنبر هذا الخذ ثوبا منهما أنا اشتريت اثنين مولي شو زوبين عن عندي واحد وهذا ثاني بس وشو زوبين أكثر أخذ واحد منهم حتى أنا يصير عندي ثوبين من نخس الواحد عندي ثاني هاي بس هاي لانا أنا أخطب وأستقبل وإلى آخر فقنبر أخذ الثوب أبو أخذ الثوب أبو قل له وأنت شاب ولك شره الشباب أنا رجال عمري فوق الستين سنة شو زوبت للدرهم ثوبت للدرهم شو زوب بي أنا هذا أبو جرهمين يستر صدري وهذا كلش كاف ويؤثرون على نفسي طبيعا وهذا على ابن أبي طالب ويخادمة وعلى ابن أبي طالب ويخادمة ومولانا في معركة من معارك علي قال يقاتل عدو الكافر عدو الكافر قل له يا ابن أبي طالب نمام قال له نعم قال له هبني سيفك رماله سيف ويقاتله قال له وصل بك الكرب يا ابن أبي طالب أن تعطي سيفك لعدوك وهو يقاتل وكل مام قال له نعم أنا من واحد يطلب مني شيء يعطيه يا قال له مدي إيدك هذه أثناء المعركة مدي إيدك قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله شخنا هي هي الأخلاق التي تربي الإنسان وهي هي الأخلاق التي تبني المجتمعات وتبني الأساق أنا أديب الله وعلي أديبي أدبني ربي فأحسن تأديبي أنا أديب الله وعلي أديبي وأكو كلام الأمير المؤمنين يقول ومنقول عنه وأنا أؤدب المؤمنين الله المؤمنين وهو أمير المؤمنين وهو أميرهم عليه السلام شخنا حتى نختم بكلمة منك إلى ماذا آلت أمور الأمة الإسلامية بعد فقد هذا الرجل العظيم الذي لا يشبهه أحد إلا رسول الله الأنبياء الزهراء في خطبتها الثانية لما التقت بنساء المهاجرين والأنصار أصبحت والله عائفة لدنيا كن قالية لرجال كن إلى آخر كلمات من جملة ما قالت الزهراء للنساء في خطبتها الثانية قلت للنساء ما مضمونه لو أن الأمور تمت لعلي عليه السلام شون القرآن الكريم يقول لأكلوا كذا من فهم تحتي قالها سلمان أيضا وأن لو استقاموا على الطريق القرآن لأسقيناهم ما أن غدقا القرآن الكريم يعبر هالمضمون القرآن الزهراء قالت في خطبتها أنه لو أنكم بايعتم عليا ومشت الأمور لأكلتم من فوقكم من تحت أقدامكم لمشى بيكم الطريق مستقيم لكان حالكم غير هذا الحال اللي أنتم الآن عليه ولكن بما أنكم تركتم عليا هذا صار حالكم الآن أموالكم مسروقة أعرافكم منتهكة يطب جيش الخليفة للمدينة المنورة يستبيحها ثلاثة يام يروح للكعبة يهدمها قرآن يرمي بالسهم اشبق المقدسات المسلمين مقدسات المسلمين قرآن رموا بالسهم كعبة هدمت المدينة والنبي استباحواها شنو مقدسات المسلمين خلاصة الأمة دفعت ضريبة غالية بتركها لعلي وإلى اليوم مولانا وإلى اليوم هي تعيش مأساة تلك الحقبة المؤلمة الحزينة اللي قال فيها علي أرى تراثي نهبة وقال فيها طفقت أرتقي بين أن أصول بيد جداء وأصبر على طقية عميا كذا كذا بعدين يقول فرأيت أن الصبر على هاتها أحجى وصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجاة أرى تراثي نهبة صبر أمير المؤمنين وشيعته صابرون إلى اليوم للأسف هذه الأمور السلبية التي تركت هذه التركة الثقيلة كانت على العالم كل مو فقط على الأمة الإسلامية واليوم حروب وصراعات ونزاعات والأرض بدأت تملأ ظلما وجورا بتركهم لمنهج أمير المؤمنين ومنهج رسول الله وآله الطاهرين اللي هو منهج القرآن الكريم للأسف وفي قلوبنا ألم وصرخة لمولانا صاحب العصر والزمان أن قم وعجل لتقيم دولة أمير المؤمنين عليه السلام دولة الحق سلام الله عليك مولانا صاحب الزمان وعظم الله أجرك وأجور جميع المؤمنين ومراجعنا العظام وكل من يحب أمير المؤمنين سلام الله عليه شكرا جزيلا لكم الله عشك واستفدنا كثيرا من جنابكم الكريم نسأل الله التوفيق لنا ولكم لجميع المؤمنين آمين رب العالمين ولجميع مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في ودنا أن نتكلم أكثر ونخوض في بحوث أكثر ولكن الوقت لا يسعنا شكرا جزيلا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة